لكن معانا اليوم الشخص المناسب هو صديق عزيز وغالي جداً على قلبي ومعروف لأغلبية مشاهدينا دكتور ناجي اسكندر طبعاً دكتور ناجي خليني يعني كيف ممكن أقدمه إنسان محب جداً متواضع جداً كان بيرأس طبعاً كلية طبية وفي أعلى المراكز ولكن دعوة الرب لحياتي أنه يترك حتى بس يكون حياته قال أنا حياتي بدي أستمر فيها أنه أوضح فكرة الـ 11 إصحاح الأولى من سفر التكوين ويمكن البعض يتذكر كان ضيف عدة مرات وعملنا برنامج خاص عن فلك نوح وأيضاً بتشوفوه على القنوات الفضائية أهلاً وسهلاً دكتور ناجي أهلاً وسهلاً أنت معانا على الهوى أهلاً يا أسيس نزار أنا بيسعدني جداً أني أكون معاك عشان نناقش هذا الموضوع الهام جداً وإحنا زي ما أنت قلت في الأول بنرحب بكل الأسئلة ونحترم كل الأفكار لكن علينا أن نفحصها زي ما الرسول بوليس بيقول امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن فده برنامج رائع وبشكرك من أجل وجودي معاك النهاردة شكراً كتير يا دكتور وكمان خليني بس أنبه أنه دكتور ناجي عمل كتاب أكتر من رائع اسم الكتاب بعنوان الخليقة تحت المجهر ممكن بس تعطينا ولو لمحة بسيطة عن الكتاب دكتور ناجي شكراً الكتاب ده صدر سنة 2018 من كنيسة ماري مرؤوس في مصر الجديدة في القاهرة والكتاب ده بيستعرض فكر الخلق الكتابي المعجزي في ستة أيام الخليقة كما يسجلها الكتاب المقدس وبنقارن ده بنظرية النشو والارتقاء بتاعة داروين وبنظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم وبنشوف المشاكل العلمية اللي موجودة في كل النظريات اللي هي نظرية النشو والارتقاء والانفجار العظيم ونقارنها بكلمة الله الصادقة ونوضح أهمية الله الخالق لأنه إن ما كانش الله خالق مش هيبقى فيه أبداً أي معنى للحياة لأنه الله الخالق والله الفادي هو اللي بيوصلنا للشركة الحقيقية معنا طبعاً بيذكرني بكلام يسوع المسيح عندما قال فتشوا الكتب وكما يقول الكتاب عن أهل برية فاحصين الكتب وحبيت لما بتديت أنت ذكرت أنه امتحنوا كل شيء هذا حقيقة دكتور ناجي أنت بتسافر كتير وبيدعوك تتكلم في جامعات كثيرة وفي مؤتمرات كثيرة وإنت تركت الطب خصيصاً أنت بتتكلم أنه هاي دعوة دعوة خاصة من الرب فقط خصيصاً أنك تتكلم بهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر